افتتح وزير الصحة والسكان دكتور قاسم بوحيبح في العاصمة المؤقتة عدن ورشة عمل حول المراجعة الفنية لاستراتيجية برنامج الملاريا للأعوام 2020-2023 وتناقش الورشة التي ينظمها البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بوزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبدعم من مركز الملك سلمان للغاثة والأعمال الإنسانية على مدى يومين عددا من الموضوعات المتصلة بمراجعة عمل البرنامج بمكوناته المختلفة في تدبير حالات الملاريا والترصد والرقابة والتقييم والاستعداد والسياسة الوبائية ومكافحة النواغل والتوعية والتثقيف والإمداد وقدى الوزير بحيبح أهمية التدريب والتأهيل العلمي في هذه المرحلة الحريقة منوها بأهمية الورشة في تقييم الوضع الوبائي ووضع السياسات الاستراتيجية والإجراءات والتدابير الهادفة للرفع من مستوى السياسات العلاقية الواضحة والواقعية والمناسبة لمكافحة الأوبئة في بلادنا من جانبهما حثى مدير عامل البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا الدكتور ياسر باهاشم ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية بعدا دكتور نوها محمود المشاركين في الورشة على ضرورة صياغة حلول تتماشى مع الواقع الصحي في البلاد مشيرين إلى أهمية الدراسات العلمية في مرايعة السياسات الخاصة بمكافحة النواقل خصوصا بعد التغير المناخي ودخول نواقل جديدة من دول القرن الافريقي